بث حساب وزارة الداخلية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو قصير بعنوان المواطن رجل الأمن الأول ويحكي فيها تفاصيل قبض على مواطن حاول سرقة أموال نقدية من جهاز صراف آلي في منطقة حائل حيث تنكر شاب يبدو عليه الارتباك وعلى بعد أمتار من جهاز صراف آلي ويحمل شيء غير واضح وفجأة يفر هاربا عند مرور مركبتين على الطريق العام وفي الوقت الذي تلقت الشرطة بلاغا من مواطن عن ملاحظته لاستوانة غاز غير محكمة الغلق أمام جهاز صراف آلي لتباشر الجهات الأمنية وتطوق الموقع احترازيا حتى تتحقق من زوال خطر محتمل لانفجار الغاز وقد أكد تحقيقات أن القضية مرتبطة بمحاولة سرقة أموال نقدية من جهاز صراف حيث أسفرت إجراءات الضبط والاستدلال على تحديد هوية الجاني ومن ثم القبض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه بالتأكيد مثل ما شفنا هذه القصة لرجال الأمن في مهمة وطنية لتثبت من خلالها وزارة الداخلية حرص المواطنين وأنهم هم رجال أمن يسهمون بتقديم بلاغاتهم في منع الجريمة قبل حدوثها وأيضا المساهمة في القبض على من يحاول العبث بأمن هذا الوطن مثل ما شاهدنا في اللقطات السابقة بالفعل عبدالعزيز كذلك وتدعو وزارة الداخلية إلى المساهمة في الإبلاط عن المخالفات على الأرقام التالية الرقم المجاني 911 في منطقتين الرياض ومكة المكرمة والرقم 999 في جميع مناطق المملكات طبعا عبدالعزيز في مثل هذا الخبر نستذكر عبارة المواطن رجل الأمن الأول ومن كان يقول هذه الكلمة رحمة الله عليه صاحب السمو ملك الأمير النايف عبدالعزيز وزارة الداخلية كان دائما في كل مناسبة يذكر هذه الكلمة وهذا المصطلح كان دائما يؤكد على أن جميع مواطنين هذه البلاد سواء كانوا مدنيين أو عسكريين هم رجال أمن وهم مشاركين في العملية الأمنية وهم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى في إنفاذ الأمن وتطبيقه والحفاظ على أمن هذا الوطن بالتأكيد المواطن هو رجل الأمن الأول في هذه البلاد وأيضا الجهات المختصة هي تعمل على قدم وساق خلال 24 ساعة ومثما شاهدنا في هذه اللقطات في منطقة حائل الرصد لهذه الجريمة وأيضا القبض على صاحبها بإذن الله دعواتنا للجهات الأمنية بالتوفيق والسداد في مثل هذه المهمات لحفظ أمن وأمان هذه البلاد المباركة